اعزائي المتبايد الحلقة التانية كورس اليوتيوب اربع حاجات او اربع شروط لازم تحققهم عشان تتقبل في برنامج شركاء اليوتيوب او عشان تبدأ تكسد من اليوتيوب ايه هم الاربع شروط دول هنقولهم بعد الفصل اهلا بكم اربع شروط تحطتهم شركة ادسنس علشان تقبلك كشريك في شركاء ادسنس وتبدأ تخط اعلانات على قناتك في اليوتيوب وتبدأ تكسب وتربح من الحكايات ايه ادسنس؟ ادسنس دي الشركة المسؤولة عن اعلانات اللي تتحط في اليوتيوب وهي اللي بتنظم العملية مقابل ان هي بتاخد تقريبا اربعة واربعين في المية او خمسة واربعين في المية من ارباح اليوتيوب اول شرط لازم تحققه عشان تنضمي لشركاء اليوتيوب هو انك تحقق الف مشترك في قناتك احبه والشرط اصعب الف مشترك في حياتك هما اول الف مشترك هتقدر تجيبهم لقناتك والعملية مش صعبة ولا حاجة العملية بس محتاجة صد ومحتاجة تشتغل عن نفسك كتير وهنا هقولك على اكتر من استراتيجية علشان تقدر توصل لل الف مشترك واكتر اول استراتيجية استراتيجية الشحابة انا نفسي قمت لها ان انت تخلي العيلة عندك تشترك اصحابك وزميلك وصحابك في الشغل والناس اللي بيتابعوك واي حد تقبله صدفة وتكلمت معاه في موضوع القناة اللي احنا هنتكلم ازاي تختاره موضوع القناة بتاعتك بعد شوية اي حد تقبله خليه اشترك في قناتك امسك انت التليفون استأزله وخش على اليوتيوب زي ما حبريلك دلوقتي وخش اشترك في القناة وفعل الجرس عشان اي فيديو بتنزله على قناتك يظهر عنده ويتفرج عليه ما كده انت كتبت متابعين وكتبت مشاهدات هتلاقي ناس كتير بتقولك لا ما انا اتبعك وانا بتفرج عليك وانا بشوف فيديوهاتك اتأكد ان هو بيخش على التطبيق من تطبيق يوتيوب لان جوجل دلوقتي او الفيسبوك بل معنى اصح بقى بيعمل حاجة ان هو بيخليك تتفرج في المتصافح بتاعه ودي الطريقة اللى محشرحلكم دلوقتي ا Execarcial push اه زي ما حشرح الطريقة الغلط اللى احنا بنعملها لما نحن نخش علي الحاجات اللى احنا بشرقينها علي الفيسب عشان اليوتيوب يعنى دلوقتي ان ه آيف ش racism من الحاس ان تقومينek وانا بيحصل غلط وتلاقي نفسك ان فش متابعين ما بيش ناس بتشاهد والناس دلوقتي لا احنا بنشوف فيديوهاتك ومشتركين وهما احنا الحقيقة مش مشتركين اه دجير رابط director الي انا بنزله على cancel تمام اهو بادوس كده بيفتح معي صفحة جميلة اهو بتيجي تدوس هنا على اللايك بيقول لك تسجيل الدخول الغاء لايك اهو تاني تسجيل الدخول لما بتيجي تدوس على تسجيل الدخول مش كل الناس حافظة الايميل بتاعها بص هتلاقي نفسك دخلت في المتاهة دي طبعا بتدوس كده وتخرج منها الحل بقى ان انت تخش من تطبيق اليوتيوب او في حل ثاني من هنا ان انت بتعمل كده تمام وبتدوس على التلات نقط اللي من فوق دول بتقول فتح في المتصفح اهو فتح في المتصفح هتلاقي نفسك دخلت على اليوتيوب ادي قدامك الصفحة هاي قطفها طبعا ادي قدامك الصفحة اهو ادي الفيديوهات بتاعتي كلها بي تخش بقى هنا انا بتقدر بقى تشترك يعني مثلا اهو يبقى انت عشان توري الناس بقى لازمن تخش من تطبيق اليوتيوب عرف الناس ان هو لازمن يخش من تطبيق اليوتيوب اللي هو موجود في ادوات جوجل اللي تحت اما يخش يدوس على التلات نقط اللي هم بالجنب دول هيلاقي نفسه دخل على فتح في المتصفح ويخش على اليوتيوب هي دي الطريقة السليمة والصحيح عشان تكسب مشتركين لازمن تعرف الناس اللي لازمن تقولوه مع الطريقة دي. تمام? اتمنى تكون الرسالة وصلت ويكون يعني الفيديو مفيد لكم. الطريقة التانية عشان توصل للالف مشترك او تكمل الالف مشترك في قناتك ان انت بتشترك مع الناس اللي هي بتزود المتابعين وبتزود المشتركين وتزود المشاهدات. انا بقول لك ان الناس دي بتضر اكتر ما بتنفع. انا شخصيا كنت لاجهت ليهم في فترة معينة. وللاسد الميت مشترك اللي انا زودتهم نقصوا من عندي لما جات قناتك تتراجع تلتمية مشترك. يعني الواحد اصدوا في تلاتة ضاعوا. فتخيل انت بقى بتدفع فلوس ومجهود. وفي الاخر بيضيع من عندك ميتين مشترك او تلتمية مشترك. فوق اللي انت جبتهم او قدوهم تلف مرات. فانا طبعا ما بنصحش حد يشترك في الموضوع ده خالص. اهو بيزاق ودك. بس في المقابل انت بتنقصهم لما يجي تتراجع. لان المراجعة دلوقتي بقت بالتمية يدوية وبقت صعبة جدا. اليوتيوب مش سهل انك تضحك عليه. ولا سهل ان انت تكسب من وراه وانت قاعد. ومش معنى كده ان الناس دي كلها نصابة. لا. 95% منهم مش كويسين. وفيه 5% فعلا بيجيب لك مشتركين حقيقيين. دول بيبقوا عاملين جروبات وعندهم طرق معينة بيعرف يزود بها الناس. بس بقولك في المطلق بلاش تجرب الطريقة دي. الطريقة دي مش كويسة وهتضرك اكتر من المتاعك. وكمان لو داب لك مشتركين هجيب لك مشتركين مش حقيقيين. يعني مش هيتفرجوا عليك ومش هيدفولك حاجة للقناة بتاعتك. فبلاش منها حسن. الطريقة التالت عشان تلصل للالف مشترك ان انت تقدم محتوى يكون قوي. هتقولي ان دي حاجة طبيعية. لا مش حاجة طبيعية. هقولك دلوقتي مثال على بعض القنوات اللي وصلت ل271 الف مشترك في فترة سنة. وده عدد كبير جدا. في قناة اسمها عبدالرحمن صلاح. عبدالرحمن صلاح انا عن نفسي بقعد اتابعه. وبتعلم منه طرق التصوير. ودي اول حاجة من القنوات اللي انا اقول لكم ان انا اقعد لكم على بعض القنوات اللي انا بتابعها وبستفيد منها. عبدالرحمن صلاح في سنة واحدة قدر يوصل 721 الف مشترك. وده رقم كبير جدا. عبدالرحمن بيبقى يعمل. بيعلمك ازاي تشتغل على الفيديوهاتك. ازاي تعمل منتاج. ازاي تصور صورة حلوة. ازاي تشتغل على بعض البرامج. فعلا بيقدم محتوى مطلوب جدا جدا. ودي قناة من الاول القنوات اللي انا اتفقت معاكم. انا احنا شرحها. اه وكمان حاسب لكم اللينك بتاع قناة عبدالرحمن صلاح في التسكريبشن تحت. خش اشترك واشترك عنده كمان. في نوعية تاني من القنوات اللي عليها اخبال كبير جدا وبتحقق مشتركين ومشاهدات عالية. زي المراجعات التليفونات الجديدة ومراجعات اللابتوبات والاجهزة الموجودة في الصور. ده بجانب الاجهزة الحديثة اللي بتنزل في الصين او بتنزل في اليابان او في حتة كامل. القنوات دي بتحقق رقم كبير اوي من المشاهدات ورقم كبير من المتابعين. ممكن لو انت عايز توصل بسرعة اشتغل على نفسك اكتر وصدقني. هتوصل للالف ومشاهد. الاستراتيجية اللي بعد كده استراتيجية جروبات تبادل اشتراكات. ودي عشان تخش فيها وتنافس في الموضوع ده لازم يبقى عندك اكتر من اكاونت بتخش بيهم وبتشترك عند الناس وهم بيشتركوا عندك. بس برضوك لازم ان تاخد بالك ان مش كل الناس بيبقى الاكاونتات اللي معها دي شكلانة. يعني انا مسلا معي عشرة اكاونتات دول بتوعي وتوعي وتوعي دول دول بعض اشترك بيهم وهم بيرجعوا يتفردون. لكن لو انا معي عشرة اكاونتات او خمستاشر اكاونت ودخلت اشتركت بيهم عندك. وانا لكنهم ما بيتفرجوش. حضرتك كده هتوصل للالف المشترك بس هتلاقي ان فيه تسعمين مشترك من اللي عندك مبتفرجوش على فيديوهاتك. فتنزل الفيديو من هنا وتلاقي ان هو خمس مشاهدات من هنا. ودي حاجة صعبة عليك. انت عايز تعمل قناة متكاملة وقناة بتقدم محتوى حلو لازم ان تجيب مشتركين معتبرين. لازم تجيب مشتركين ناس حقيقية هتشاهد ومحتاجة تشوف المحتوى اللي خضرتك بتقدمك. فيه استراتيجية تاني بس انا هشرح لك مع الشرط الجديد اللي هو الشرط التاني من شروط تحقيق الربح في اليوتيوب. دي هنتكلم عليها دلوقتي. الشرط التاني من شروط تحقيق الربح في اليوتيوب. انك تحقق اربع تلاف ساعة مشاهدات. وده الشرط الاصعب على الافيان. انت ممكن تحقق الف مشترك وممكن الفين وتلاتة وخمسة وانت لسه محققتش ده. اربع تلاف ساعة يعني خلونا نحسنها كده بسرعة يعني مية ستة وستين يوم. يعني خمس شهور ونص. انت محتاج الناس تتابعك لو هيتابعوك وراء بعض بالدقايق خمس شهور ونص خلال اخر اتماشا شهر. اخر اتماشا شهر لازم تكون الناس شاكتك اربع تلاف ساعة. وده طبعا رقم كبير. احنا ما مش اربع تلاف دقيقة ولا اربع تلاف سانة. اربع تلاف ساعة. ست شهور تقريبا من السنة انت محتاجون. بس الحمد لله ان احنا الناس عندنا بتتابع بالتوازيل. مش بالتتابع. يعني الناس كلها ممكن ده اتفرج عليك عشر دقايق وده عشر دقايق وده عشر دقايق وده عشر دقايق. الساعة الواحدة ممكن تلاقي نفسك جمعت خمس ساعة. ودي ازاي? دي استراتيجية هقولكم عليها دلوقت. احنا عايزين نحقق الاربع تلاف ساعة. طب نحققهم ازاي? هو ده اللي انا جاي يكلمك في دلوقت حالة. وسمحوني انا عارف ان الفيديو طويل بس انا بديك المعلومة اللي بتجيب من الاخر. اللي تخليك دعنا تحقق الاربع تلاف ساعة والالف مش تاري. الاستراتيجية الاولة عشان تحقق الاربع تلاف ساعة ان انت تكتر فيديوهاتك. تازم تشتغل زي ما في ناس صحابي بيقول دوس على زرار الكاميرا. شغل وصور كل حاجة لها علاقة بالمحتوى اللي حضرتك بتقدمه. يعني لو حضرتك بتقدم محتوى خاص بالطيور الزينة. صور طيور الزينة بتاعتك في كل الاوضاع. وهي بتصوصب. وهي بتاكل. وهي بتشرب. وهي تستحمى. وهي بتضيف. وهي لسه صغيرة وهي كبير. حاول تكتر وتنوع من المحتوى اللي حضرتك بتقدمه علشان تلاقي اقبال كبير. ومع التنوع ده حضرتك هتحقق الاربع تلاف ساعة. واحب اطمنك ان في ناس وصلت الاربع تلاف ساعة من اول فيديو. واسأل حسن شاكوش وحمه بي. لستراتيجية تانية. انك تقدر تروح للناس بتوع تفاعل القنوات. وهنا لازم بتخلي بالك جدا. الموضوع هنا يختلف عن الالف ومشترك. الاربع تلاف ساعة فعلا ممكن يحققها لك. بس هي مكلفة جدا. يعني الاربع تلاف ساعة تقريبا بيتكلفه من الف ومتين لالف وفمسمين. في ناس عندها الطريقة الحقيقية اللي بتوصلك الاربع تلاف ساعة. بس الطريقة دي بتاخد من عشر تيام لحد دلبيان يوم. اي حد يقول لها غير كده فهو بيتحك عليك وبينصب عليك. وانت بتتعامل مع الناس بتوع تفعيل القنوات اللي هو هيجيب لك لاربع تلاف ساعة. خلي بالك ما تبعدش لأي حد فلوس قبل ما تحصل على الخدمة اللي انت عايزها. تاني حاج ما تبعدش على جدفون كاشي. حاول تخلي تعاملك عن طريق البريد على رقم بطاقته الشخصية. عشان لو نصب عليك تعرف تجيب حقها. غير كده ما تقامنش. الاستراتيجية اللي بعد كده واللي انا كنت مأجلها من الالف ومشترك. ان انت تقدر تشتري قناة متعالة. قناة مفاعل عليها الربع. فيها الالف ومشترك. فيها الاربع تلاف ساعة. ودي في الغالب بيكون سعرها من الف وخمسمائة جنيه لغاية تلات تلاف جنيه. الجميل في الموضوع ان انت ممكن تلاقي ان القناة دي عليها فيديوهات وعليها حاجات كويسة. وممكن كمان تكون محققها شرط خامس مش هنتكلم عنه. اللي هو محققها عشرة دولار. القنوات دي لازم انت بتشتريها تبقى عارف ان القناة دي بتقدم منتج معين. انت هتقدم حاجات جنيه. يعني ما ينفعش اكون انا بقدم مراجع عن السيارات. وحضرها بتيجي تتكلم عن طيور الزيناء. او تتكلم عن الاتغال. او تتكلم عن التخييم في الصحراء. لازم يكون الموضوع بتاع حضرتك متصف مع موضوع القناة. لانك لو عملت كده المشتركين بتوعني. هيمشوا ومش هيتغلق. ومنطنت يوتيوب في المستقبل تعمل ايه? الاستراتيجية الاخيرة بتاع ايه الاربع تلاف ساعة هو ان انت تتفرج بنفسك بنفسك. يعني حضرتك بتجيب جهاز لابتوم او جهاز كمبيوتر وبتقعد تتفرج بتفتح اكتر من حساب وبتقعد تتفرج على فيديو هيدا. بس من حسابات تاني او حسابات مش معمولة عليها جيميل. وده حل صعب وبياخد فترة كبيرة. بس هو اسهل الوحشين. ممكن حضرها تتعمل كده. وان شاء الله لو فيه نصيب هتعمل لكم فيديو مفصل على الطريقة دي وازاي تستفاد منها لاستفادة القصوى. للامانة انا جربتها ونفعل معي. كان فيه استراتيجية في الاربع تلاف ساعة انا كنت نسيحة. وحابب دلوقتي اكلمكم عنها. فيه برامج اسمها برامج المشاهدة. برامج المشاهدة دي زي فيه برنامج اسمه تيوبا مين مش بعمله اعلان. بس البرنامج ده فعلا كان صادق معي. بس بياخد وقت وبيتكلفك وقته موجود كبير. تيوبا مين ده انت بتشترك فيه باليوتيوب بتاعها. وبيبعد لك فيديوهات. بتقعد بتتفرج عليها وبتكسب كوين. الكوين دي بتقدر تحولها لخطة. الخطة دي ممكن بتشتري بيها مشاهدة. حولها لك ببساطة. حضرتك بتخش على تيوبا مين بتتفرج نص ساعة. النص ساعة دي بتجيلك عشرة كوين او عشرة عملات. العشرة عملات دول بتقدر تشتري بيهم مشاهدة لمدة عشر دقايق. حضرتك تتفرجت نص ساعة واشتريت بيها عشر دقايق. شايفين الفرق ده هو الفرق ده اللي بيكسب منه فيوبا فيه. وطبعا حضرتك محتاج تتفرج على 8000 ساعة او 12000 ساعة علشان اتحقق الاربع تلاف ساعة بتوعة. فتخيل مقدار المضروض اللي حضرتك هتستهلقه كبير جدا طبعا. كده انا وفيت اول شرطين. الشرط الاولاني الالف مشترك والشرط التاني الاربع تلاف ساعة مشاهدة. اتمنى ان انا اكون وصلت معاكم للنقط اللي هتقدر تفيد. الشرط التالت وده شرط بديه. ان حضرتك ما يكونش عندك مخالفات لمشروط المنتدى. طب ايه هو المنتدى وايه هي شروطه? ده كلام كتير انا مش عايز اعمل حشو في الفيديو لان انا زي ما وعدتكم ان انا بقدم لكم الخلاصة. المخالفات دي لو حضرتك اه اه واخد حقوق ملكية لحد تاني ومساق زندوش او اخدت مواد وعدت انتاجها بطريقة مش محترفة حضرتك هتقدم لك انزارات او لو حضرتك قدمت محتوى فيه محتوى جنسي صريح او كلمت عن المخدرات بطريقة بتدول الناس ديها او محتوى عنيف او محتوى بيتكلم عند الاديان او بيقلل من شأنها. حضرتك هتتعرض لمخالفة شروط المنتدى. مخالفة شروط المنتدى دي بتنزل عليك عقوبات لمدة سبعة ايام. خلال تسعين يوم لو حضرتك عملت نفس الغلطة تاني او غلطة مشابهة لها بيتكرر عليك تسعين يوم تاني. لو للأسف لو عملتها دانت مرة قناتك بتتحزف خالص من اليوتيوب موت حتى عشرة اللي عايز يعرف هنعمل فيديو مفصل عن شروط المنتدى وازاي تربح من اليوتيوب وما تخليفش شروط المنتدى. واخيرا وصلنا للشرط الرابع من شروط تحقيق الربح في اليوتيوب. الشرط الرابع هو ما يعتبرش فرق. دي حاجة لمصلحتك انت. لازم حضرتك تبقى نفعل على حسابك طريقة التأمين بخطوتين. ازاي? يعني حضرتك لازم اول ما تخش وتكتب اليوزر نيم والباسورة بتوعك على اليوتيوب. لازم يجيلك اختار من التليفون او من الجيميل. ان حضرتك تدخل على حسابك. ودي خطوة تأمين لان فيه حسابات كتير قوي انتسرقت في الفترة اللي كانت دي خطوة تأمين من اليوتيوب. علشان ما نقعدش كل شوية مول حساب تسرق والحساب تهكتر. ده الشرط الرابع. خلينا نرجع مع بعض الاربع شروط لازم تحققهم عشان تبدأ تربح من اليوتيوب. الشرط الاولاني ان حضرتك تحصل على الف مشترك. حقيقي. الشرط التاني ان حضرتك الناس تتابعك وتتقرر على فيديوهاتك اربع تلاف ساعة مشاهدة. الشرط التالت ان حضرتك ما تخليفش شروط المهتدى تلتزم بالشروط اللي خطها ادسنس ويوتيوب. الشرط الرابع تحقيق الدخول بخطوة تيد. كده يبقى احنا وفينا الاربع شروط وان شاء الله في الحلقة الجاية هنتكلم على حاجات اهم واكتر.